السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع فوق العين وفوق الرأس يا مرحبا حيا 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 شوفوا الآن لو بأي قضية بدأ يدناسها الرأي العام بدأت تتميع تتميع حتى هم يبدأوا يدركوا أن الرأي العام خلاص بدأ أو قد نسيها هذا القضية خلاص يبدأوا يقولوا ميع ميع القضية خلاص نسيوها ميع وبدأ تتميع ولا عد تلقى أي اهتمام من أي جانب إطلاقا في ذلك الوقت المتنفذين يستغلوا فرصة أن الرأي العام نسي هذا القضية فيبدأوا يستخدموا فيتامين واو 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 فيتامين واو الوساطة يبدأ المتنفذين يمشوا الذي يشتو ويقرروا على ما يشتو ويتطولوا المذكرات ويعملوا وصادات جامدة علشان يخرجوا المسجونين الذي ارتكب والجريمة الشنيعة هذا يخرجهم من السجون ويتحكموا بالقضية هذه على ما يشتو ويعملوا السيناريوهات ويبنوا المشاهد على ما يشتو ليش لأن الرأي العام غافل عن هذه القضية أو قد نسيها هذه القضية تماما فهم يبدأوا يشتغلوا براحتهم للأسف أصبحت غالبية القضايا ما بيتم البت فيها إلا إذا كانت قضايا رأي عام أثارها الرأي العام إذا ما أثار رأي العام خلاص تتميع ويقع فيها بيع وشري بيع وشري عقارات يبيعوا عقارات يبيعوا فلال فلال بيع وشري في أرواح الناس وهذا هو الغلط الكبير ضروري الرأي العام يكون مطلع على كل القضية القضايا الذي مش مطلع مثلا عليها غلص تروح يطلموا فيها أبرياء ليش ليش مثلا قضية الطفل هذا الذي عمره 15 سنة الذي تم قتله في نقضه مفتعلة أمام عسكر الحفي مشي من عندهم بالقلاب مر من عندهم مرور الكراء ماناش ارجع عرض لهم الفيديو نهايته الفيديو هذا حكي وهو بيمر من عندهم مرور الكراء القلاب فاضي قتسكب الناس وبيشتغل في الناس طبعا ذكرته ذكرته تي القضية انتوا قصتكم ان قتم البت فيها لا ما قتمش البت فيها اضلاقا انا شرح لكم ايش الذي قتحصل في هذه القضية هذا الطفل الذي قتلوه الذي عمره خمسة عشر سنة حراء حراء مشي من هذا النقدة مر من هناك مرور الكراء اعترضوا هالنقدة هذا المفتعلة الذي هم لابسين زي عسكري قوة مسلعة وزارة التفع الذي ما يحق له اساسا يفتشه هذا اختصاص الامن وزارة التاخلية بس هذا مفتعلة مشي من عندهم اعترضوه لو حكوب والمطرات كذا يتجنف كذا وهم لحكوب والمطرات مفتجع ضفل مفتجع رفع الزجاج علشان لا يعترضوش ولا ينهبوها الفلوس الذي معه الفلوس الذي معه عدو باع النيس وكذا اعترضوه عمر واحد الآلين دعنا الطلقة قثلة اش ذنب اش عمل ماه الجريمة الذي ارتكبها يعني لو هذا النقد مثلا متدربين وتابعين للتولة وفاهمينك في التعامل مع السلاح وفاهمينك في التعامل مع المواطنين ما يرتكبوا هذا الجريمة وما يقتلوا الطفل هذا ابن خمسة عشر سنة لأنه النقطة هذا لما سألهم فالتحقيق طبعا تبع من انتو قالوا تبع زحب البك ما زحب البك قالوا لقد جينا بتوجيه الشفاوي من 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 ولكن لو في رقابة وفي معكبي والمعكبين هذا بيمروا على كل نقدة وبسألوا كل نقدة ما ينقى ايضا تعال تبع من انتو فضاقتك قويتك عند قوة مسلحة ايش ليش تواجدتان ما وسأل رئيسي تواجدتان ولكن سدح مدح طبعا هذا النقدة فالوسط بينها نقدتين بينهم خمسمائة مرتين تقريبا ايه فالوسط هذا النقدة نقدتين للنجدة النجدة يحك لهم اختصاصهم حتى افراد النجدة بيشكو من هذا النقدة بيشكو من هذا النقدة والمواطنين قد رفعوا شكاوى ان يبدو اضرد الناس وان يبدو اطلق رصاص شوفوا افراد النقدة انهم بيشتكو منهم المواطنين دائما انهم بيينهابوهم ويتعسفوا بهم وقد مرة فعلوا تعهد انهم ما زيدوا يطلقوا النار ويلحقوهم للنقدة تبع منهم تبع على حمزة المجرفة حمزة 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 وهو ما بيدوروا من المواطني او ما هو دوروا زلط او حقال النقدة وحقال ذا وحقال يعني حقا ردوا ايام عفاش وكيف الموضوع عدك السلامة وقوع القتله الله علم انا بنسبة كنتو في البيت انا مسلمت الساعة سبعة لكن في شكواى كثيرة على هولا نعم كلهم بيشتكوا حتى النسوة حتى النسوة بيشتكي هم قد معا التزامات عندنا قد بصم والتزام انه ما يزيد لاحق سيارة المشرف حقهم حمزة عدة مرات الشعب كله بيشتكوا منهم بلتاوت 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 يعني اتاوت على الناس صلت ما زلت ماناج داني لكن بيشتكوا من عندهم واصل هذيك نقطة وصخة هذيك نقطة كذا هذيك نقطة كذا واصل ومزكنا واحد بيلاحق سيارة المشرف حقهم وقشعنا عليها الجعبة والآله وخلينا يبصم انه مرة ثانية انه ما يزيد لاحق سيارات هو مكانا بأسس انت ايش القصة اللي حدثت احنا ما ندين لك المتصد احنا مخزنين اخروا سمعنا اول طلقه جو بزعت البندوق وقم تاجي وقد قرحوا بالتانية مسكنا واحد عادة قف الشاحنة موقف صاحب المطور ما لك قال الرجال مات قلت ما دراك انك مات ما بسرناش حناء دايب طاقتك دايب طاقتون الشرطة الاسكرية اتعنقل هكذا بالمرأة بسرطة الرجاء السيدي خلاص مات قلت يا قادي مات قالوا بي لح يطلع لها عنده قلت علاطو اجي البحث سلمنا لهم القضية كلها مبله هل في شكاوة على دراك قد مات قد مات انا عسيتها كذا اتعنقلت بالمرأة وقت سجز عفادي دخلت في رقبة عوة تبقيته ما كان لاحي عسه لاجل البصمات قال لي الفندام قال لاجل البصمات لحي عسه شكرا جزيلا وهذا الفيديو الذي شعرت لكم دا الحين وهو بيمر من عندهم مرور الكرام شوفوا شكرا جزيلا شكرا 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 وقتل الله خلق الله لا قد اخذ دورات ولو فهم كيف يستخدم السلاح ولو فهم كيف يتعامل مع المواطنين ولا بيئ عنده صبر ولا يقدر يمتص غضب المواطن اطلاقا مراهك مراهك سلاح معه مراهك سلاح معه مجنو مجرد ما هو واحد غير كذا او عمر غير الاهلي وقتل بعدين سجنوا بعدين يجونوا متنفذين وعادوا صغيرهم وعادوا مراهك بعدهم مشوب العاني ما يجوز ان نحفزه ما يجوز ان نسجنه بس يجوز انه يقتل الأبرياء يجوز صح فأتمنى من الجهات المختصة والجهات المعنية التركيز في هذا الموضوع رجاعا ارواح الناس ليست مباعا اصبح السلاح في متنال الجميع اصبح الزيال العسكري يلبسوها الجميع اين هوياتهم اين بضايقكم بيقتلوا الناس بيقتلوا الابرياء حراء رسالتي الثانية الى القضاء بدتوا في القضية هذه بدتوا فيها رجاعا رجاعا خلاص بدأ الراية العامة الناس رجاعا رسالتي الى القضاء الذي هم نزيه المحترمين رجاعا والد الطفل هذا احول الابوة الله ما عاد قدرش يشرح يعني وفي حالة يرثالها رجاعا طبقوا شرع الله ما بش داعي الى التوجيهات ما بش داعي الى المذكرات ما بش داعي الى الوساطات ما بش داعي الى المتنفذين الذي بيظلموا أنفسهم لأنه حراء نفذوا شرع الله بدتوا في هذا القضية سلام الله عليكم